خلونا نروح على فرع النادي الأهلي بجزيرة حيث تتواجد الزميلة العزيزة هانا أبو قاسم اللي مشكورة حتقول لنا آخر الأخبار وآخر المستجدات صباح الفل عليك يا هانا تفضلي يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناك دايما هننقلك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت السوبر المصري فريقنا النهاردة ان شاء الله هيغادر للإمارات استعدادا لمباراة السوبر المصري اللي هتكون يوم الجمعة القادم الساعة 7 مساء يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله بقى يتواجه ببطولة السوبر المصري ونكون بنحتفل يوم الحد القادم في عشر الصبح في الأهلي طبعا الفريق كان خاد مبارح آخر ميران ليه هنا على ملعب مختار التتش قبل المغادرة للإمارات خلوني بقى أكلمكم أكتر عن التدريب كالعادة الحقيقة مستر مارسل كولر المدير الفني للفريق وكابتل سيد عبد الحفيز مدير الكرة كانوا حرصين على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران يعني المحاضرة تقريبا استمرت حوالي 30 دقيقة حدثوهم بقى عن بعض الأمور الفنية والخططية للمرحلة القادمة وطبعا أهمية مباراة السوبر المصري يعني بشكل عام الميران كان فيه جزء كبير جدا تدريبات بدنية واختتم الفريق تدريباته ببعض التدريبات الفنية بالكرة طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق واستكمالا بقى للحديث عن كرة القدم ناشئين كرة القدم موليد 2006 أمس قدروا يحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0 ده طبعا ضمن نفسات الجولة التانية من المجموعة الأولى من بطولة كاس مصر حال فريق عمل مباراة كبيرة جدا يعني بالرغم من أن المباراة كانت على ملعب سموحة خارج طبعا أرض النادي الأهلي لكن فريق 2006 قدر يسيطر على مجريات المباراة وقدر اللاعب عمار وليد الحقيقة يحرز الهدف النادي الأهلي وبكده بقى يكون رفع الفريق نقاطه لست نقاط من فوزين متتاليين يعني حققوا الفوز الأول على فريق حرص الحدود بنتيجة 2-0 والفوز الثاني كان أمس زي ما قلت على سموحة بنتيجة 1-0 ان شاء الله بقى يستمروا على نفس الأداء ويتوجوا به البطولة يعني دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم وناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي خلونا بقى دلوقتي نروح ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بقى رجال كرة السلة اللي هيغادروا أمس للأسكندرية وهيدخلوا طبعا فيه معسكر مغلق استعدادا بقى للدورة المجمعة التانية من بطول الدوري المرتبط مباراتهم الأولى هتكون يوم الخميس أمام فريق دسوق مبارات تانية هتكون يوم الجمعة أمام فريق طلاقع الجيش والمباراة التالتة والأخيرة في الدورة المجمعة التانية هتكون يوم السبت أمام فريق سموحة كمان خليني بقى أفكر جميع مشاهدين أن رجال كرة السلة حققوا العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى قدروا يفوزوا على دسوق بنتيجة 85-43 على فريق طلاقع الجيش بنتيجة 75-46 وعلى سموحة بنتيجة 71-63 طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في الدورة المجمعة التانية إن شاء الله يحققوا أيضا العلامة الكاملة ويقدموا أداء عالي زي مع ودونا يعني كمان هم لقبوا خلاص بفريق دريم تيم أما عن سيدات كرة السلة فهما أيضا النهاردة عندهم مباراة أمام فريق الصيد دمنافسات بطول الدوري المرتبط المباراة هتكون على صالة الصيد ساعة 8 مساء يعني النادي الأهلي فيه مباراته الأولى أمام فريق الصيد كانت بتقام هنا على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وقدروا سيدات كرة السلة أن هم يحققوا فوز بنتيجة 78-41 إن شاء الله كمان النهاردة يحققوا فوز بفرق سكور كبير خلونا بعد الوقت ننتقل لأغبار كرة اليد وسيدات كرة اليد أمس بتجدد التعاقد مع اللعبة فريدة الشرقاوي لمدة أربع مواسم والحيان كابتن خالد العودي طبعا مدير النشاط بالنادي الأهلي كان صرح وأشاد بأداء اللعبة فريدة الشرقاوي إن شاء الله هتكون يعني بتدعم صفوف الفريق في الموسم القادم وكالعادة هتتقلق إن شاء الله وتدعم صفوف الفريق وتحصد على بطولات عديدة في الموسم الجديد أما عن رجال كرة اليد فأقول بقى مبارياتهم مع مدردنا الجديد طبعا مستر ديفيد ديفيس هتكون يوم الخميس القادم أمام فريق هليو بلس ضمن منافسات بطولة الدوري يعني طبعا منافسات بطولة الدوري لرجال كرة اليد كانت توقفت الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في بطولة إفريقيا وبطولة سوبر جلوب لكن إن شاء الله بقى يستأنفوا مبارياتهم في الدوري يوم الخميس القادم طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق نتمنى لمدردنا الجديد كل التوفيق مع الفريق إن شاء الله بقى يحقق معاهم بطولات عديدة وجديدة في الموسم الجديد أخيرا بقى خلونا نروح للعبة الكرة تيوي سوداسي النادي الأهلي بيواصل استعداداته مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم في تركيا طبعا البطولة هتكون منافستها من يوم 26 إلى 30 أكتوبر وتوداسي النادي الأهلي هم اللاعب ياسين أحمد اللاعب عمر أشرف محمد صلاح مريم أحمد ملك ناجي وفاطمة عبد النصر طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ويه لجميع لعبي منتخبنا الوطني إن شاء الله يقدموا بطولة كبيرة جدا يعني دي كانت أبرز أخبارنا فيه أخبار النادي الأهلي النهاردة يعني طبعا معاكم لو عندكم أي استفسرات والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو شكرا جزيلا شكرا زمالتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة